وبالتزامن مع الزيارة الملكية إلى جمهورية مصر الشقيق انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي البحريني المصري وذلك بمشاركة واسعة من مسؤولي البلدين وتم توقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات في المجال الاقتصادي والاستثماري تفاصيل أكثر عن موضوع فعاليات المنتدى الاقتصادي البحريني المصري في تقرير مراسلنا من القاهرة شكري عبد الحميد وسط الاستقبال الحافل لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة من مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الرسمية للقاهرة انعقد المنتدى البحريني المصري الاقتصادي المشترك بمشاركة كبيرة على المستوى الحكومي وكذلك القيادات الاقتصادية في البلدين وذلك على مدى جلستين أوضح فيهما مسؤول البلدين الهدف وهو تدعيم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين واكدوا جميعا على ضرورة استثمار هذه الاجواء الايجابية طبعا احنا اول نتشرف ان احنا نكون مع الوفد المرافق التجاري لحضرة جلالة ملك مملكة البحرين الاتفاقيات اللي تمت اليوم هي ان شاء الله تكون بداية تفعيل المبادرات التجارية بين مصر والقاهرة مع ان احنا العلاقات موجودة منذ زمن بعيد طبعا تم توقيع على عدد من التفاهم بين الطرفين حوالي 13 اتفاقي او رسالة تفاهم لكن هناك رح يصير زيارات متبادلة اكثر في مجال كثير ان المستثمرين من الجهتين يستمع الطرف الاخر مثل احنا عندنا الان في البحرين هوية جديدة للسياحة لبلدنا بلدك ورح نستثمر هالشعار الان في حين كانت الجلسة الثانية بحضور وزيري التجارة والصناعة في البلدين سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وطارق قبيل من مصر وعدد من المسؤولين طبعا حاجة كويسة جدا بالنسبة للمصر لان هي بتجذب هذا الاهتمام ولهذا الاهتمام ان شاء الله مجلس الامال زي مقول وزايد المباحثات الصناعية بتحاول تترجم هذه الزيارات الى نتائج سواء نتائج تجارية او نتائج استثمار في حين اكدت وزيرة التعاون الدولي المصري سحر نصر ان فرص الاستثمار بين البلدين كبيرة في ظل هذه العلاقات المتميزة النهاردة فيه توقيع ثلاث اتفاقيات بين شركات مع قطاع الخاص اهمها مع السندوق الاجتماعي مشاريع صغيرة متوسطة جي من اهم المشاريع والمبادرات اللي احنا حرسين نحن نتحرك فيها سريعا دي شراكة قوية على مدار السنين واحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله يكون فيه في الفترة القادمة ان شاء الله مشاريع اكبر وكان لجانب قطاع الاعمال في المنتدى نصيب كبير في المشاركة واكدوا على ان هذا المنتدى فرصة لتبادل التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين انا يايا موجودة في هاللقاء امثل اكثر من 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والرواد الاعمال في البحرين ويايا اتحدث عن الانتوبنوريال كولتر مثل ما يقولون وانا يعني تمنياتي ان نستطيع ان نحصل وسائل ان نربط رواد الاعمال في مصر والبحرين مع بعضهم بعض ونشتغل مع بعض ان شاء الله احنا اللي نلاحظ في قطاع المؤسسات الصغيرة في مصر انه قطاع ناجح جدا وواصل للعالمية يحتاج فقط لتقنية ويحتاج فقط لعادة ادارة فهذه التقنية وعادة الادارة لو تنحط من جانب البحرين عن جانب المصري راح نوصل لتركيبة ممكن ننفس فيها منتجات حتى الصينية لان التقنية لما تتحطها للمصر معتمدة اعتماد كله على الايد العاملة احنا على نية ان شاء الله نقيم مصنعين للأدوية واحد في مصر واحد في البحرين ان شاء الله هذا يكون بداية دخولنا في صناعة الادوية احنا شركة نقوم بصناعات مختلفة في الالمينيوم في عدة اشي ثانية هذا وقد وقعت على هامش المنتدى البحرينية المصرية في الجلستين عدة اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وتجارية سيتم تفعيلها في الوقت القريب منتدى الاعمال البحرينية المصرية جاء ثمرة من ثمرات زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لمصر وجاء تدعيما للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين الشقيقين شكرا يا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة